من ضمن التعليقات اللذيذة قوي اللي كانت مكتوبة على دورة تدربية للماشروم فيه حد كان كاتب هو الماشروم محتاج دورة تدربية الحقيقة انا هجاوب على السؤال ده بس في الاول هحكيلكم حكاية صغيرة كده اسمها الرجل اللي زارع الماشروم والحكاية دي حقيقية على فكرة حصرت بالفعل يعني حكاية كان فيه من فترة كده طويلة مجموعة من الشباب قرروا ان هما يعملوا مشروع ماشروم في حد من الزمله كده راح اتعلم يزرع ماشروم ازاي وبدأوا جمعوا بعضهم وجابوا مكان وجهزوه فعلا بدأوا في زراعة الماشروم وطلع لهم كمان انتاج فوق الرائح بس للأسف الشديد ان هما عملوا غلطات كبيرة جدا وخطيرة بوزط لهم المشروع من ضمن الغلطات كبيرة زي ان هما زرعوا الأكياس كلها في يوم واحد فتقريبا معظم الأكياس طلعت لهم مشروع في وقت واحد دي حاجة ثاني حاجة هما اهملوا جزء مهم جدا او يمكن محدش قالهم عليه في الدورة التدريبية اللي راحوا حضروها او المعلومات المصدر اللي راحوا جابوا منه المعلومات اهملوا جزء دراسة السوق وجزء التسويق بالكامل فاول ما طالع الانتاج عندهم وكان شكله شبه الصورة اللي حضراتكم شايفينها الجميلة دي اللي المفروض كانت تفرحهم هما زعلوا جدا لان الصورة دي فعلا خطيرة قوي لو كان المنتج مش عارف هيودي الانتاج ده فين خصوصا ان المشروم الشيرف لايف بتاعته صغيرة جدا وهم بالفعل حصل لهم كده كانت طلع لهم كمية مشروم كتيرة وانتاج رائع ولكن ما كانوش عاملين حساب التسويق من البداية الحكاية دي انا حاجتها لحضراتكم علشان اقولكو ان مش مشكلة انت اخدت المعلومة مني اخدتها من على النت ولا اخدتها من واحد صاحبك ولا حضرت دورة تدريبية المهم ان المعلومة اللي حضرتك اخدتها علشان تعمل مشروع مشروم او اي مشروع لازم تكون معلومة من مصدر موصق منه وتكون معلومة كاملة او معلومة متكاملة يعني ما ينفعش ان انا اروح اتعلم ازاي انتج مشروم من غير معرف هسوقه ازاي خصوصا ان المشروم ليه خطوات تسويق مهمة اوي لازم تاخد ذلك منها ولازم تعرفها علشان تضمن تسويق ناجح للمنتج بتاعك وليه شروط كمان في التسويق طبعا انا بشكر جدا اللي كتب التعليق ده واتمنى يكون الفيديو ده جاوب على التعليق بتاعه ويعرف دلوقتي هو محتاج ياخد دورة تدريبية للمشروع انا بالنسبة لي ان شاء الله في القناة دي هيكون في فيديوهات كتير جدا عن المشروع وفيها معلومات كتيرة وفيها ترابل شوتين كتيرة وخبرات هحاول ان انا نزلها لحضراتكم في فيديوهات صغيرة تستفيدوا منها فبالنسبة لي عادي لو حضرتك حضرت دورة تدريبية او شفت الفيديوهات دي الاتنين بالنسبة لي مفهمش اي مشكلة خالص المهم ان حضرتك تستفاد وتنفذ صح المشروع بتاعك علشان طبعا يحقق لك ربح في النهاية وما ترجعش تقول ان المشروع مش مربح المشروع مشروع مربح وممتاز ولكن لازم تهتم به عشان هو كمان يهتم بيك وتديك نتيجة كويس اشتركوا في القناة